اشتركوا في القناة اوارتينا والله انتو كمان خش عجل مشاكل يلا خش عجل يلا اول مشكلة انا متجوزة من سنتين وجوزي اتغير قوي بعد الجواز بقى عايزني ابعد عن اهلي ولا اروح لهم ولا يجولي ولا حتى اتصل بيهم بيعمل معايا مشكلة كل مرة يلاقيني مكلمهم فيها او هم مكلميني بعد فترة فهمت اني عنده حب التملك لان اي حاجة بتاعته حتى ابني مش عايز حد من اهلي يشيله او انا اتخنقت اتخنقت من طريقته رغم انه هو ما فيه مميزات تانية حلوة بس دي اكتر حاجة مضيقاني نحس انه بيكره اهلي من غير سبب حتى لما رحت غضبت عند اهلي شهر عشان يتغير لقيته راح لجأ لناس قريبي وما كلمش والدي ولا والدتي وحاليا بفكر في الطلاق لان فعلا اهلي حتى عمرهم ما دايقوه وانا كده غلطانة انها فكرت في الطلاق وليه قوائك الاول بسي هي مفروض ان اهه غلطانة انها تفكر في الطلاق ليه بقى لان هي قيلت جملة مهمة وقالت هو فيه صفات حلوة مميزات كتير مميزات كتير وهي كمان حطت ايديها على النقطة او المحورية اللي مضيقها فاحنا بنقول نص العلاج لما بنحط ايدينا على الموقف او على الحاجة اللي هي بتضيقنا او اللي احنا شايفينها من شكل او منظور الشخص القدام طيب تعينا اتكلم على الزوج الزوج هنا محتاج احتواء اكتر محتاج انك تحسسي اني انا عمري ما حد هياخدني منك ولا حد هيقدر يعوضني اللي انت بتديهوني او بيتنا محتاجه او ابني فهنا ليه لانه عنده مخاوف مخاوف ان حد يلعب في دماغها ان اهلاي غيروها من حياته ان يقصرعيها كل الحاجات دي كالسرير والمخاوف بتاعته حسسي قد ايه ان انت مهتمة بيه وبتفاصيله وببيتك لان انت اكتر واحدة هتعرفي تعالجي ده لكن هو مخاوفه دي هتبقى نبعة من العالم اللي حواليه اصحابه ارايب الناس اللي بتقول ممكن حد يغيرها لما تروح عند اهلها ترجع متغيرها وهكذا لكن ما تفكرش في الطلاق طبعا طيب هاسأل سؤال هل هي دلوقتي غضبانة ترجع بشروط ترجعه بشروط يعني ترجع تقوله بص حتك اهلي بالذات سبك ما ينيش اي حد اه انا هميني الاهل طبعا اهلي بالذات انا مش هققق اجربها دعنا انا انا بحبك وبموت فيك وانت كل حاجة لها في الحياة زي ما انت قلت وتكبروا جدا 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 لكن انا اهلي ما قدرش تحرم منهم فيعني ما تحرميش انا وابني من اهلي ده الاهلي عزوة هقولك على طريقة او تكنيك للرجالة بقى بالرحة طبعا ما قلت بالرحة اه هي ترجع البيت من غير شروط بس احنا عندنا مثل بيقول ايه الزنة على ودان ايه اه مرة بالسحر بس كده لما كل يوم طبعا تتكلم معا شوية تقول له ماما وحشيني انا خايفة اجرالها حاجة انا محتاجة اعود معاها شوية طب انا هروح شوية صغيرين وهارجع انا اعم ولو يعني انت بس رضالي وافق لي تاخدوا على الهادي حبة حبة انما الرجالة هتدخل لهم بشروط هيقف بندية ما ترجعيش لا بصي اقولك فهي ممكن تقف في الحتة دي احنا مش عارفين شخصيته مش عارفين هو بيفكر ازاي ممكن توصل الموضوع لأكبر انا عشان كده لازم يعني لازم من دلوقتي تحط النقطة على الحروف بس بسياسة بالزبط اه بالسياسة ما بقولكيش بعنف اوه يتعمل العنف العنف ده اوحش حاجة من الزهرين انت واكلم ناس ما كلمش بامتك وباباكي استعباطي معلش خلي الناس يكلموا بامتك وباباكي خلي ماتك وباباكي هم يكلموه اه لا مش يكلموه يتصلوا بيه يسألوا عليه لا لا بوسي أقولك حاجة معا انا ضد دي معلش طيب انا لكن هم الناس الوسطى اللي تدخلوا اللي حيدخلوا هم يكلموا الاب والأم والأب برضو لازم يعرف ان الام والأب ايه انا عارفة الحاجات دي يجب ان تتحدى شوية ما بقولش بحدية لكن انا قصد الاهل اللي هم الناس اللي هو اتوسطوا اللي هم يعني هيدخلوا في الموضوع خليم هم يكلموا الام والأب ويصلحوا الموضوع هو هي ما قالتش إن في مشكلة لا ما قالتك سايبة البيت هي سايبة البيت لكن ما قالتش إن في مشكلة لا ما قالتش إن في مشكلة ما بين الأهل قالت كده لقيته راح لجأ لناس قريبي وما تكلمش والدي ووالدتي عشان يرجعها لكن هي هو أصلا في مشكلة بينه وبين والده ووالدتك خالص خالص مفيش ما هو ما تكلمه مش ما تكبره مش فهمني إنه هو غيران هو عايز يمتلكها هي لو استسلمت للامتلاك هي هي ما تستسلمش بس بالراحة خالص ناخد الموضوع خلي الوسطى تتدخل خلي الوسطى تتدخل بعد ما هي تتحاول لوحدها لو حاولت وحست ان في اسرار ممكن حد قريب هو بيسمع كلامه او بيرتح له يبدأ الزنة على الودان امر مستحب سبني اروح لها لو حتى هو مش عايزهم يقولها البيت ما يجوش هي تروح وده برضو ما بدأ مش صح بس يعني هنقول انه بيته بس واحدة وواحدة خدي بالراحة طالما فيه مميزات تانية الطلاق ده اختي الحاجة تفكري فيها شيريها من دماغك لان العيب الموجود ده بيحبك مش بيكره هو من حبه فيك عايز ياخدك لوحده فهو طبعا الحب ده ساعات بقى تقيل شوية على القلب يعني بقاش يعني فعشان كده يعني خدي الراجل بالراحة كده حرامة من شابه يعني خدشيك بكذا طريقة اه كده المشاعل اللي تنفع اللي هو والدتك ما تقدرش تروح ما تشوفهاش انا كمان والدتي وما ينفعش لازم اشوفها واكيد انت كويسة مع اهلك بالزبط ويوجه زمنا كويسة مع اهلك خليك انت كمان كويس مع اهلك عشان خطري جيبي هالو بعد ان حدك عشان خطري بيمدحوا فيك مبسطين قوي بيك بالزبط تايما صدري ان الام والاب يا سلام عندهم ده سبع البرمب اخش باللي بعده انا متجوزة من خمس سنين وعندي بنت عندها ثلاث سنين وشكلتي ان حماتي بتتدخل في تربية بنتي وكل ما اقول لبنتي على حاجة عيب تعدل علي قدامها وتقول لي ملكيش انت دعوة انا اللي حرب بيها لان ما بيعجبنيش اسلوبك انت و اهلك في التربية صعبة شوية الحب واضحة طبعا الكلمة دايقتني جدا انا واشتكت لجوزي وقال لي هي مش قصدها لقيتها في موضوع تاني قررت نفس الكلمة اتدايقت ووجهتها غلط 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 قالتلي انت عايزاني اجاملك اصلا انت متدلعة زيادة عن لزوم وانا مش عايزة حفقتي تبقى زيك والكلام كان قدام جوزي وما ردش عليها مش هيرد على امه طمام انا دلوقتي سبت البيت ومشيت لاني حسيت ان جوزي ما عملش حاجة عشاني هو شايف اني انا اللي غلطانة اللي مفروض استحمل عشان علشانه قولولي بقى انا فعلا غلطانة واتصرف ازاي هو انت غلطانة بس الدكتور يعني اصلا هي ما تقول الاول فضالها هي غلطانة عشان هي ثابت البيت وعشان وجهت الستة الكبيرة ووقفت قدامها فهي الفكرة كلها فكرة انا اتعامل ازاي مع الستة دي انا اتصرف معها ازاي هي والدتي بالزبط طب لو انا اتعاملت معاها بشكل حاد او بشكل مش مظبوط طب جوزي اللي انا بحبه هيزعل مني لانها والدته فحضرتك كل اللي هتعمليه انك هتصبري على الطريقة دي ولما حماتك او والدته تمشي انتي تعملي مع بنتك بطريقتك لكن فكرة انك تعودي تقفي قدامها ند بند او تتكلمي باعيها بشكل مش لطيف ما هي برضو تعالين ندخل بقى في حتة هي عايزة تخلي حفيدتها احسن واحدة وتعاملها حلو وتربيها بشكل معاين فممكن يبقى مش قصدها خالص هنا هندخل في حتة كده بنسميها في الكوتشنج النية وراء السلوب هي نية الستة دي في السلوب خير بالشر بس هي نيةها خير وتربي بنتك بشكل كويس هي كلامها تقيل بس شوية هي كلامها تقيل شوية سلوكها ممكن يبقى مش احسن حاجة اللي هو كلامها وطريقتها لكن هي ما تقصدش حاجة وحشة فهناخد ده من من الحتة الحلوة وهنتعامل معاها بشكل ألطف وهدوق على كده لكن نرجع البيت بقى وما نزعلش وما نغضبش نبصي عايزة أقولك حاجة أنت غلطانة زي ما قالت الدكتورة أستاذ حيبة زي ما قالت وأنا مش عايزة أقعد أعيد الكلام تاني لكن هي أنت سمعت طبعا أنت غلطانة في حاجتين أولا ستة كبيرة دي تحترم مهما كان ما واجههاش أبدا وإوعي تفكر إن جوزك قدام مامته وقدامك هيواجهها ممكن بينه وبينه يكلم بينها وبينه يكلمها بالزبط مش هيقولك إنه يكلمها بالزبط خلي بالك احتويها اسمعي كلامي بقى خليك يسدت زكية كده واحتويها وكبري دماغك ولما تقولك المتين دول اتحكي وغزري معاها ما تخديش الكلام جد بدلع معاها حبة بحبة هتحبك وحتاخد عليك خليها تحبك لو حبيتك هي الوحدة هتلاقيها هاتهديك أيها طبعا وفي كلام هتلاقيها بتقولوا اللي حفيدتها مظبوط وحلو في التربية بس خدين من من الحتة الحلوة مش ان هي عايزة هي اللي تبقى متحكمة مش هي اللي عايزة تربي ده يا ريت خليها تربي معاك يعني يا ريت وتخلي بالها معاك يعني كبري دماغك كبري دماغك السيدة برضو يعني ايه ابنها تاخد منها وجاب له عائل وعايزة تحس ان هي لسه موجودة ولسه مع ابنها بتتحكم فيه يعني برضو ده يعني يخليها ناخدها كده ايه بالرع ماشي هنتلع فاصل مع بدا نخش عن مشكلة اللي بعدها يلا بينا يلا بينا انا انيسة عندي تلاتة واربعين سنة عايشة مع امي واخويها الصغير بابا اتوفى من خمس سنين هو كان مدير عام في الشباب والرياضة مهم ان المفروض دلوقتي باخد مصروف خمس ومية جنيه بس ده مش عامل اي حاجة والصراحة انا تعبت ولما اقول انا عايزة زود الفلوس بيتقال لي عيب ما يصحش مع ان ده ما عايشي من والدي بس انا مش باخده كله ده طبيعي مامتك موجودة انا بجد تعبت وش عارفة اعمل ايه اخوي الصغير بحس كانه بيعمل لماما غسيل مخ لما يعودوا يعودوا سوا وخصوصا لو في اي موضوع اكون انا وهي متكلمين فيه ومتفقين على الرأي يجي هو ويغير رأيها بسهولة وبيتسمع كلامه في اي شيء حتى على حسابي في كل حاجة انا تعبت ومش عارفة اعمل ايه مفيش حد بيعرف يعمل معاها حاجة معاها حاجة ولا خال ولا عم ويقول ان انا راجل البيت ده حتى بيتحكم فيها وانا مش عارفة اعمل ايه قروري رأيكم ماما بتخاف على زعله جدا هي مبدئا لازم تبقى عارفة ان فيه مصاريف بيت اه فهي انا مستغرب حاجة ممكن اقولها اه هي بتشغلش الي كنت لسه هاجي في الجزء التاني اه اه اشتغلي اه 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 من البيت حتى بالزبط كده اه حتى حاجة من البيت تساعد بيها بدخلك لان اكيد الحياة ده الوقت غالية اكيد مامتك او اخوكي مش وغدين الفلوس وعندهم فقد يعني وشايلينه عنك أكيد الدنيا في التزامات في البيت وقعدين والدتك أكيد ما بتشتغلش فبالتالي هو الفلوس دي هي ما بينهم وما بين بعض هي لازم تشتغل وانت لازم يبقى تشتغلي عشان يبقى عندك دخلك الخاص اللي محدش يقولك هاتيه أو خديه ده انت مفروض تشتغلي عشان أصلا تساعديهم ففكرة انك الفلوس قليلا المفروض تفكري في انك تزودي دخلك انت كشخص الوحده في البيت مش تعتمدي على الفلوس اللي بتجيلكه من والدك انما فكرة أخوكي والجزء التاني بقى بتاع أخوكي وانه هو بيعمل لمعاما غسين مخه وكده والدتك عمرها ما هتحب أخوكي أكتر منك انتو الاتنين هتكونوا نفس الغلاوة نفس الغلاوة فده بيرجع ان انت عندك حاجات قديمة جواكي مترسخة كده وشايفاها فدايما تشوفي ان أخويا الصغير مثلا ماما مدلعاه كانت بتجيب له ما بتجيب ليش الحاجات دي هي بتقول ان هي كان تتفل مع مامتها على حاجة لما بيجي أخوها يتكلم مع مامتها فبتغير رأيها مامتها بتغير رأيها ممكن يكون أخوكي بيقناعها بحاجة تانيين بس الحل هنا في الجزء ده أو نصحتي ليكي انك تقربي أكتر من أخوكي فكرة انك انت وأخوكي تبقوا ريبين وهو يفهمك كنت نسأول خلينا عارفين ان في الآخر بعد عمر طويل ربنا يخلي مامتك أخوكي اللي بقي لك فلازم تبقوا ريبين تحت أي مسمى عشان انت وهو ملكوش إلا بعض فمهم جدا تبقوا ريبين جدا لان فعلا فيه كتير بيوت بقى فيه خلافات كتير بين الاخوات ده بيزعلني قوي 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 لان مجرد ما الأهل ما بيبقوا مش موجودين بيحصل تفكك ما بيسألوش بقى عن بعض وما بيكلموش بعض ده حاجة مش صحة خالص ده دم واحد دخوات فعايزة أقول ان يوم ما تعف مشكلة حقيقية هو اللي حيقف لك في بالك فيعني انت ما تخسريش أخوكي ده الراجل الوحيد اللي معاكوا دلوقتي انت يخذي المواضيع بالسياسة وانت يلازم تشتغلي يدوري على حاجة أونلاين ادرسيها والتعليق كله أونلاين وانت في بيتك أعرف في حاجات كتير جدا جدا ممكن تعمليها ممكن تعملي اكسسورات والبعية ممكن تعملي أي حاجة أي حاجة من البيت بس لازم تشتغلي أعملي أكل متنتظريش مصروف أعملي أكل أعملي أي حاجة فاهماني واتفي مع ممتك قولي أنا هعمل مشروع كزالية عشان بدلا ما أنا أتقل عليكي وانت بحتاجة ممكن أساعدك بالزبط فدي حاجة مهمة جدا جدا دي هتريحك نفسيا قوي وما تحسي نفسك عملك حاجة ونجحتي أعمل حاجة لنفسك أه طبعا ونجحتي فيها هتمبستي جدا رأيك كيف الموضوع لا طبعا ده أساسي صح نخش في البعض يلا بينا ناشي أنا عندي أخت مطلقة وجوزها مش بيصرف على ولادها ولادهم يعني وهي المسؤولة عنهم مدين وبتشتغل وتتعب جدا والفلوس مش مكافيها المهمة لما والدي توفى أنا سبت مراسي لأختي عشان هي صعبة عليها جدا ومتبهدلة علشان تصرف على ولادها ولاك أهوزي بقى الأخوات هنا آه هنا مختلفين فوق الوصف ولكن دلوقتي جوزي متخانق معايا وسايب البيت عشان شايف إن إزاي أعمل كده إزاي أدي أختي الورثة بتاعي وأنا ولادي أولى والبيت أولى من أختي وأنا قلت له البيت والأولاد مسؤوليتك أنا الورثة ده بتاعي الورثة بتاعي وأنا من حقي أعمل فيه اللي أنا عايزاه مين غلطان أنا ولا هو ولا هو من حقه يتحكم في مراس بتاعي ويعمل مش كده بسببه خصوصا إن أنا مش محتاجين الحمد لله مش أغنياء قوي بس الدنيا مشي كويس إيه رأيكم رأيكم إيه بقى لا أنا رأي إنه هو غلطان لأن فكرة إن هي يتحكم في ورثها هو مش المفروض إنه هو يقول لها أعملي إيه فورسك هي لو تطوعت من عندها وحطت فلوس في البيت أو حطت فلوس معاه من ورثها قد ترخرها لكن مش طبيعي أبدا إنه هو كمان يسيب البيت ويقول لها ما تديش لأختك ده هي هنا هتبدأ تقلق منه أصلا يعني هو كشخص هي هتخاف منه لأنه هو مش رحيم كفاية هو مش شايف الوضع اللي أختها فيه وبعدين هو المفروض يساعدها وملهوش دعوة بالفلوس دي هو مدام هو بيصرف على بيته ومسؤوليته خلاص الفلوس دي يعتبر إن هي مش موجودة أصلا ما جاتش فأنا شايف أنه هو الغلطان طبعا في الوضعية دي وهي جدعة جدا 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 مع أختها موقف حلوة قوي منك صراحة فخليكي مع أختك وسنديها وقفي جنبها دايما بس خديه بالراحة بس خديه بالراحة بس كل حاجة بقى بالراحة بالراحة هو ماشي زعب أبو سابل بيته وبتاع صلحي ورجعيه وانتي خلاص تديتي الورثة يعني ديوش خالص عمانتي اللي انت عايزات بزبط خالص عمل اللي انت عايزات عمل فهو لا حيرجعه تاني ولا انت حتى قديم نختك تاني بزبط خلاص عنده هنا مش حينفع تعملي كده فأيستي صلحي المشكلة صلحي ورد يوفاهمي خدي بالراحة وبتاع لان هو برضو انسان كويس يروفه كويسة وده أبو ولادك ماينفعش ماينفعش خالص انك انت تخسريه فأنت يعني ايه خدي المواضيع كده بالراحة معاه وبردو الدكتور يعني أستاذ هيبة مش همسميكي دكتورة ليه ناخد الدكتورة خلاص الأستاذ هيبة هتقول رأيها في اللي أنا بقوله الهدوء في التعامل مع الزوج أو الزوجة ده من يعني حاجة مهمة جدا سحر سحر فعلا لان الفكرة انك لما تاخد الموضوع بالراحة اللي قدامك ما بيقفش قدامك فانتوا لتنين ده أنا يعني لما بيقوا لتنين بيتخنقوا بنقول لهم افصلوا وقفوا اخناق أو ما تحتكوش ببعض أو ما تزعقوش لمدة على الأقل من 20 ل 30 دقيقة على ما تهدو عشان تعرفوا تتعاملوا تاني لان ده في حد كمان مهمة في ناس بتلجأ تحل مشاكلها مع ناس مش متخصصين اقول لكم اراء غلط خلي بالكم من حياتكم اللي تقول لك اه اطلاقي يعني ايه يقول لك جو اختك وفلوسها انت يتجنن واتجنن سبيه يتفلق ايه والكلام ده ده بيخرب بيتك مش بيصلح احنا هنا في البرنامج بنصلح وبنجيب ناس متخصصة عشان تقول لك الرأي الصح يعني ممكن اقول رأيي بس مش متخصص لكن ممكن تعدل علي الأستاذ هيبة او ايضيف معايا يعدل علينا بقوله لو انا بقول كلام غلط لا واخبرات الصحاب ايه تقولك ده ايه ايه عمليه مش عارفك انا دايما بقول مش البرنامج البلوزة بتاعتي البلوزة بتاعتي مش مقاسك مش مقاس واحدة تانية كل واحد حياته انا مقاسه ماينفعش حد ينصحني في حياتي وهاو ما عندوش خبرة او ما عندوش او ما عندوش زبط اللي حيقولك اتطلقي ولا خربي بيتك ولا زعلي جوزك لا هيصرف على ولادك ولا يخلي بالو منك ازاي او ايه فضالي برضو حيقول يعني لا هيصرف عليك اللي بيقولك ده لا عارف انت عندك احتياجات ايه ولا عند ولادك ايه ولا نفسياتهم هتكون ازاي ولا مين هيبقى معاك في الحياة ولا جوزك ده لما هتطلقي منه هتسيبيه فهيحصل بينكم مشاكل ازاي فيه قصص كتير جدا فعيال بتتشرط وشغلان هو يتجوز واحدة تانية يجيب لها عيال تانية ويمكن تجوز واحدة تانية والدنيا بتتبهد للصراحة يعني لازم الطلاق ده تكون حاجة كبيرة جدا تستدقي الطلاق بالزبط لازم انا يبقى فيه كرسة دي مش كرسة دي مشكلة ومشكلة يا ستة هو زعل ان الفلوس ما جاتلوش كعمل حسابه بس انا هيعمل بيئة حاجة معاك مشروع معاك حاجة وبعدين ما جاتش زعل فعادي الكسالحية عادي جدا وخلاص فلوس راحت لأختك وتمام وانتي عملت موقف يعني انا بقولك شفو عشرة صراح انتي برافو عليك واي حد محترم ابن ناس ما تربي كويس هيعمل موقف بتاعك ده انه هي الستة شايا انا وتعمل وانتي مستقرة في حياتك وربنا يخليلي الجوزك دايما يا جماعة بلاش كلمة الطلاق على طول وانا اخلي برضو الاستاذة هيبة تقول ورايك كلمتين انا هقولهم بلاش سرعة كلمة الطلاق وسرعة الغضب وسيبان البيت حلوا مشاكلك وبعيدة عن الاهل ليه انا ما اقولش الاهل يا غني مشكلة كبيرة الاهل حيشيلوا من الزوج او حيشيلوا من الزوجة خلي بالكم وهما مش هيسمحوا لكن انتي او هو هتسمحوا فدايما خلوا جوة بيتكم حلوا مشاكلك سيبان البيت ده مش حل حلو وانا بقولك رجعي جوزك بذلك مشكلة دي رجعي جوزك مثلا باتكلم في العموم أن الناس بنخلي بالنا أن مشاكلنا جوابتنا ونحلها بالراحة وبالهدوء وساعة العصبية ما بتحلش حاجة نستنى بقى لما الدنيا تهدى شوية وبعدين نتكلم برضو هقول رأيك في الموضوع لا هو صح كده أنا ملاحظة أن أكتر مشاكل الناس بتتلكك لبعض ويلا هنتطلق وكأن الطلاق ده حاجة سهلة جدا الطلاق ده فيه كمية مشاكل وبيت بيتدمر وولاد ومشاكل ليه وخصوصا زي ما حالك قلت أن هي مشكلة مش حاجة كارسية أو حاجة مش راضية تتحل أو أنتو الاتنين قررتوا أنك مش قادرين تكمله فخلاص لأ دي مشكلة وينفع أن أنت تحليها والنهار ده كل مشاكلنا اللي جاية معنا لأ فيها حاجات كلها تنفع تتحل وكلها ينفع تتضبط ولكن كل من أول ما بدأنا وكلهم عايزين يتطلقوا وعايزين يسيبوا البيت ولأ الحياة مش كده خالص لازم نستحمل شوية ونصبر على بعض شوية وناخدها بالهداوة وناخدها بالحب وناخدها بالعقل وإمتى أشد شوية وإمتى وحتى لما أجي أخد حقي أو أجي أقول لجوزي أو أقول لمراتي أنك غلطانة أقولها بحب بطريقة كويسة والله النتيجة حدب أهيلة بتخلي اللي قدامي أصلاً يمتص ويبقى هو كمان حاسس بندم وزعلين ويراضي فيها وبحب إنما فكرة أني ندية وقدام بعض ما بتحلش بتخرب عمري في حياتي كده رجع شريط حياتي كله لا مع زوج ولا مع ابن ولا مع أهل ولا مع صحاب بهاجم أبتدي زي أنا زعلنة منك أه بحب بود بدلع كمان يعني عارفة ليه مقموصة بقى عارفة الأمس يعني أنا مقموصة منك بس عارفة تيجي تقولي ليه مش عارفية عشان كذا 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 وواجه أه أنا زعلنة منك وصلحين أه بالضبط كده برضو ما حزوج نفس الكلام يا جماعة بالضبط أو الزوجة يعني لو رجالة بتسمعنا أو استاذ بتسمعنا يعني ليه ليه العنف ليه العنف العنف بيجيب ورا مشاكل هيبقى عنف قدامه عنف قدامه طلاق قدامه تشريد عيال طب ليه ما من الأول نلم الموضوع بالعقل كده وبهدوء وبالراحة يعقلوا كده ويهدوء ربنا يهديكوا كلكم الشباب الجديد متهور عنده كل كلمة طلاق اجري طلاق اجري طلاق اوعوا الكلمة دي تتسمع ما سمعهاش حل ما شكل ما تقوليش طلاق لازم يكون في حاجة كبيرة جدا بيضرب بيعور يعني حاجات العنفة لكن خلافات لا يا جماعة لموا بيتكوا وخلي بالك لحد حيبقى كيرا على ولادك قد أبوهم والراجل بقوله ما حد لش حيبقى كيرا على ولادك قد أمهم وطالما في بينكوا حتة حلوة حصل خلاف امتصها امتصيها ما فيش مشكلة حتى لو لو قدامي غلطان ممكن أهد اللعب وبعدين بني وبينه في ود كده نومه مدام ما فيش حاجة قوية تستدعي الانفصال فنبعد الفكرة دي عن دماغنا خالص فكرة ان انا انفصل عن زوجي او عن زوجتي عشان اسباب يعني الحياة كلها مشاكل المشاكل دي بتحلي الحياة وتخلينا نحس قد ايه ان احنا جنب بعض المشاكل مفيش يعني أسرة مع هذا بتخلقوه عادي بس بالراحة كل حاجة بالراحة انا بشكرك جدا وارائك جميلة جدا وساعتنا جامد النهاردة وطبعا برضو ساعدت السيدات اللي هما بعطين المشاكل فمتشكرين جيت بين عالم جيك ونورتيها انا اللي نفسه ان كنت معي بسيغلت لع مع بعض بقى على فن الاعداء الصوتي نور هاني فحنشوفها مع بعض الفقرة اللي جاية ان شاء الله اشترك في بقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه وتسعة وتسعين قرش وبقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه وتسعة وتسعين قرش اشترك في بقات واتشة الشهرية